السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أبناء الطلبة في دروس الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات للصف الخامس الابتدائي الوحدة الثانية أساسيات حل المشكلات هل تذكر؟ أهداف الدرس أولاً أن يميز الطالب المكونات الرئيسة لبرنامج السكراتش ثانياً أن يضيف الطالب مظهر جديد إلى الكائن في برنامج السكراتش ثالثاً أن يغير الطالب مظهر المنصة في برنامج السكراتش رابعاً أن يحدد الطالب استخدام أمر التحدث وأمر التكرار مصطلحات الدرس المصطلح الأول Customs المظاهر Customs Backdrop Backdrop صورة الخلفية Repeat التكرار Repeat التكرار Forever أيضاً تأتي بمعنى التكرار Forever التكرار هل تذكر عزيز الطالب برنامج سكراتش الذي درسناه في السنوات السابقة؟ برنامج سكراتش هو لغة برمجة بسيطة تمكننا من إنشاء البرامج بدون الحاجة لكتابة المقاطع البرمجية كل ما علينا فعله هو سحب وإفلات اللبنات البرمجية إلى منصة البرمجة وتركيب اللبنات معاً هيا لنتذكر معاً الواجهة الرسومية لبرنامج سكراتش الواجهة الرسومية لبرنامج السكراتش يوجد في أعلى نافذة البرنامج أشريطة الأدوات وتحتوي أشريطة الأدوات على شريط القوائم وكذلك تحتوي أيضاً على بعض الأزرار التي تمكننا من تحرير الكائن الرسومي أو المقطع البرمجي مثل المضاعفة وكذلك الحذف وكذلك التكبير والتصغير وتتوافر واجهة سكراتش بعدة لغات يمكننا تغيير اللغة باستخدام زر اللانجوج أو اللغة وكذلك تحتوي أيضاً على زر المساعدة في اللبنات وكذلك في الواجهة الرسومية لبرنامج السكراتش يوجد لدينا منطقة المنصة حيث بإمكاننا تغيير صورة الخلفية بالصورة المناسبة وتحتوي أيضاً منطقة المنصة على الكائن الرسومي الذي سينفذ الأحداث داخل المشروع والكائن الافتراضي في برنامج السكراتش كما تعلمون أعزاء الطلبة هو القطة ويمكننا العثور على كائنات رسومية مختلفة داخل مكتبة الكائنات في البرنامج وذلك في منطقة الكائنات الرسومية وأيضاً تحتوي الواجهة الرسومية على مجموعة اللبنات البرمجية وكذلك منطقة ظهور لبنات المجموعة المحددة وتظهر منطقة المقاطع البرمجية على شكل مستطيل رمادي وفي هذه المنطقة يتم تركيب اللبنات البرمجية معاً لكي يتم تكوين المقطع البرمجي للكائن الرسومي وكذلك يوجد أزرار للتحكم في تكبير وتصغير منطقة المقاطع البرمجية هيا لنذهب ولنتعرف على الواجهة الرسومية لبرنامج السكراتش بشكل عملي أعزاء الطلبة تحتوي الواجهة الرسومية لبرنامج السكراتش من مجموعة من المكونات فيوجد في الأعلى شريط الأدوات ومنه شريط القوائم مثل قائمة فايل وكذلك قائمة إدت وكذلك بإمكاننا التحكم بلغة الواجهة الرئيسة لبرنامج السكراتش عن طريق زر اللغة وذلك بتحديد اللغة التي نريدها ويحتوي أيضاً البرنامج على منطقة المنصة التي تحتوي على الكائن الرسومي حيث بإمكاننا التحكم في الكائن الرسومي من منطقة الكائنات الرسومية وكذلك بإمكاننا تغيير صورة الخلفية الباكد روب من هذه المنطقة ويحتوي أيضاً البرنامج على مجموعة اللبنات البرمجية حيث تضم كل مجموعة مجموعة من لبنات البرمجة التي يمكن إضافتها إلى منطقة منطقة بناء المقاطع البرمجية وبإمكاننا أيضاً التحكم في تكبير وتصغير منطقة المقاطع البرمجية وذلك عن طريق الضغط على زر التكبير وزر التصغير أسفل الشاشة لنطبق معاً لدينا هنا أعزاء الطلبة الواجهة الرسومية لبرنامج السكراتش فلنتذكر أهم أجزاء الشاشة الرئيسية لهذا البرنامج أعزاء الطلبة ماذا تمثل هذه المجموعة؟ أحسنتم إنها مجموعة اللبنات البرمجية ماذا تمثل هذه المنطقة ذات اللون الرمادي؟ أحسنتم إنها منطقة بناء المقاطع البرمجية وبالنسبة لهذه المنطقة نعم إنها منطقة الكائنات الرسومية ماذا تمثل هذه الشخصية؟ أحسنتم إنها الكائن الرسومي وماذا عن الشريط الموجود في الأعلى؟ أحسنتم إنه شريط القوائم بارك الله فيكم كاستامز المظاهر هي قائمة بالمظاهر المختلفة التي يمكن تعينها لكائن محدد ولإضافة مظهر جديد إلى الكائن المحدد سوف نقوم بالضغط على علامة التبويب كاستامز ومن ثم نقوم بالضغط على Choose Custom From Library ثم نقوم بتحديد المظهر المناسب ومن ثم الضغط على زر المناسب عزيز الطالب لإضافة مظهر جديد إلى الكائن المحدد سوف نقوم بالبداية بالضغط على علامة التبويب Customs المظاهر ثم نقوم بالضغط على Choose Custom From Library ثم نقوم باختيار المظهر من المكتبة حدد المظهر المناسب ثم قم بالضغط على زر الموافق أسفل الشاشة ليظهر لك المظهر الجديد الخاص بالكائن بارك الله فيكم Backdrop صورة الخلفية لتغيير مظهر المنصة عزيزي الطالب سوف نقوم بالخطوات التالية أولاً سوف نقوم بالضغط على زر Choose Backdrop From Library ثانياً سوف نقوم باختيار الخلفية من المكتبة ثم نقوم بعد ذلك بتحديد الصورة التي نريدها ثم الضغط على زر الموافق أوكي وبذلك نقوم بتغيير صورة الخلفية بارك الله فيكم عزيزي الطالب لتغيير مظهر المنصة Backdrop أي صورة الخلفية سوف نقوم بالضغط على زر Choose Backdrop From Library ثم نقوم باختيار الخلفية المناسبة من المكتبة Backdrop Library ثم نقوم بتحديد الصورة التي تعجبنا ثم نقوم بالضغط على زر الموافق أوكي لكي تظهر لنا صورة الBackground بهذا الشكل لبنة التحدث C عزيزي الطالب تستخدم لبنة التحدث C لإضافة حوار نصي للكائن الرسومي ولإضافة لبنة التحدث C سوف نقوم بالخطوات التالية من مجموعة لبنات لكس سوف نقوم بإضافة لبنة C إلى منطقة المقاطع البرمجية وبذلك نكون قد أضفنا لبنة التحدث C بارك الله فيكم عزيزي الطالب لإضافة أمر التحدث C سوف نقوم بالانتقال إلى علامة التبويب Secrets في الأعلى ومن ثم نقوم بالانتقال إلى مجموعة لبنات لكس المظاهر ومن ثم نقوم بإضافة لبنة التحدث C إلى منطقة المقاطع البرمجية لنطبق معا أعزاء الطلبة أي من العبارات التالية صحيحة وأيها خطأ؟ العبارة الأولى لا يمكننا إضافة مظهر جديد إلى كائن محدد في برنامج برنامج السكراتش هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ أحسنتم إنها خاطئة يمكننا إضافة مظهر جديد إلى كائن محدد في برنامج السكراتش العبارة الثانية من السهل تغيير مظهر المنصة باكدروب في برنامج السكراتش هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ بارك الله فيكم إنها صحيحة فمن السهل جدا تغيير مظهر المنصة باكدروب في برنامج السكراتش لأي مظهر نريده أحسنتم أمر التكرار ربيت يستخدم أمر التكرار ربيت عزيز الطالب في تكرار مقطع التعليمات البرمجية المحدد بعدد معين من المرات ولإضافة أمر التكرار ربيت سوف نقوم باختيار لبنة ربيت من مجموعة لبنات كونترول إلى منطقة المقاطع البرمجية عزيز الطالب لإضافة أمر التكرار ربيت سوف نقوم بالانتقال إلى علامة التبويب سكريبت ومن مجموعة لبنات الكنترول سوف نقوم بإضافة لبنة ربيت إلى منطقة المقاطع البرمجية وكما تعلمنا سابقا فإن أمر التكرار ربيت سوف يقوم بتكرار مجموعة من التعليمات البرمجية بعدد محدد فإذا قمنا بتغيير الرقم عشرة إلى الرقم ثلاثة فهذا يعني تكرار العمليات البرمجية لثلاث مرات بارك الله فيكم أمر التكرار forever يستخدم أمر التكرار forever لتكرار مجموعة من الأوامر بشكل غير محدود من خلال إضافة لبنة forever من مجموعة لبنات كنترول إلى منطقة المقاطع البرمجية أمر التكرار forever يستخدم أمر التكرار forever لتكرار مجموعة من الأوامر بشكل غير محدود ولإضافة أمر التكرار forever سوف نقوم باختيار لبنة التكرار forever من مجموعة لبنات كنترول إلى منطقة المقاطع البرمجية بارك الله فيكم لإضافة أمر التكرار forever من علامة التبويب سكريبت ومن مجموعة لبنات الكنترول سوف نقوم باختيار لبنة forever ومن ثم إضافتها إلى منطقة المقاطع البرمجية وكما تلاحظون أبناء الطلبة أن لبنة التكرار forever تستخدم لتكرار مجموعة من التعليمات البرمجية بعدد غير محدود بارك الله فيكم لنطبق معاً عزيز الطالب في السؤال التالي أكمل الفراغات التالية بكلمات مناسبة السؤال الأول يستخدم الأمر لإضافة حوار نصي للكائنات يستخدم الأمر أحسنتم يستخدم الأمر تحدث س لإضافة حوار نصي للكائنات السؤال الثاني يستخدم أمر لتكرار مجموعة من الأوامر بشكل غير محدود يستخدم أمر ماذا أحسنتم يستخدم أمر التكرار forever لتكرار مجموعة من الأوامر بشكل غير محدود بارك الله فيكم عزيز الطالب تعلمنا بدرس اليوم هل تذكر المكونات الرئيسة لبرنامج السكراتش وكذلك تعلمنا أيضاً إضافة مظهر جديد إلى الكائن وكذلك تعلمنا أيضاً تغيير مظهر المنصة واستخدام أمر التحدث والتكرار الرجاء من أعزائي الطلبة متابعة الدرس وتأدية الواجب دمتم برعاية الله وحفظه وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر